صباح الخير مشاهدين مشاهدي هنا لبنان معكم غداء جبيلي من عين التيني من بعد مغادرة تل أبيب وصلت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إلى لبنان هذه الزيارة هي للعاصمة بيروت وتحديدا ستلتقي المسؤولين اللبنانيين البداية هنا من عين التيني تخرج في هذه الأثناء بعد لقاء رئيس مجلس النواب نبي بيري طبعا عنوين ورسائل عدة فرنسية عديدة فرنسية اليوم تتزامن مع ما يحصل ومن بعد زيارتها إلى لبنان كان قد دعت من تل أبيب جميع الأطراف إلى خفض التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان وقالت إن خطر التصعيد يبقى قائما في حال خرجت الأمور عن السيطرة وقالت بأن أعتقد أن ذلك لن يكون في مصلحة أحد وأقول ذلك لإسرائيل أيضا وهذه الدعوة إلى الحذر وخفض التصعيد تنطبق على الجميع كما أشارت إلى أنه من الواضح بأنه الهدف الأساسي لهذه الجولة عم نشوف الوفد الفرنسي المرافق لوزيرة الخارجية الفرنسية الهدف الأساسي لهذه الجولة هي عنوانه العمل على خفض التصعيد على الحدود اللبنانية بين حزب الله وإسرائيل والخشية من تحول الحرب في غزة إلى حرب إقليمية وهذا الملف سيكون طبعا رئيسيا في المحادثات التي ستجريها كلنا مع بري وميقاتي بدنا نشير أيضا إلى أنه الأساس هو تطبيق القرار رأم 1701 الذي اعتمده مجلس الأمن سنة 2006 والذي يطالب بانسحاب حزب الله شمال النهر الليطاني على بعد تقريبا ثلاثين كيلومترا من الحدود يعني فينا نقول بأنه هذا أساس هذه الزيارة اليوم البداية كانت من عين التيني كانت قد التقت رئيس اليونيفل والبعثة الفرنسية لليونيفل في بيروت كان من مفترض بأن تكون في جنوب لبنان إلا أنه ولدواعي أمنية التقته هنا في العاصمة بيروت ومن بعد ستزور وزيرة الخارجية الفرنسية السراي الحكومي وستلتقي الرئيس رئيس حكومة تصيف الأعمال نجيل ميقاتي عند الساعة الرابعة من بعد سيكون هناك لقاء أو مؤتمر صحافي عند الساعة الخامسة إلا عفوا الخامسة والأربعين دقيقة في قصر السنوبر كان من مفترض بأن تكون هذه الزيارة الفرنسية اليوم ما كان من مفترض بأن تحصل نهار السبت إلا أن كولونا لم تأتي إلى لبنان وذلك بسبب عطل بطائرتها لذلك كانت قد أرجعت هذه الزيارة إلى اليوم نهار الأثنين وكانت الأحد كما ذكرنا في تل أبيب طبعا رسائل عديدة بتتزامن مع استمرار التصعيد في جنوب لبنان عنوان الأساسي لهذه الزيارة هو القرار 1701 وضرورة اليوم إبعاد التوتر عن جنوب لبنان وذلك رفضا لاتساع رقعة الصراع لما يشمل ربما حرب شاملة في المنطقة اليوم الفرنسيين إلى جانب الأمريكيين عم يسعوا دائما إلى عودة الهدوء إلى لبنان كنا قد استمعنا بالأمس إلى المؤتمر الصحافي من تل أبيب وكانت قد حذرت من استمرار الوضع على ما هو عليها بين لبنان وإسرائيل طبعا رسائل عدة ربما سيكون ملف الرئاسة على طاولة المحادثات بين الرئيس بري وأيضا الرئيس ميقاتي مع وزيرة الخارجية الفرنسية ولكن حتى هذه الساعة لم نعرف فحوة أو ماذا ستخلل هذه الزيارة بانتظار طبعا المكتب الإعلامي لإفادتنا بفحوة هذا اللقاء ولكن الواضح اليوم بأنه من السراي الحكومي ستكون زيارة أيضا ستكون سريعة من بعدها سيكون المؤتمر الصحافي متوقع بأن يكون واضح بالنسبة للرسائل ماذا ستقول الوزيرة وزيرة الخارجية الفرنسية هنا من لبنان اليوم هل سيكون هناك مواقف حادة بالنسبة إلى موضوع القرار 1701 الليفت اليوم بأنه لا يوجد يعني موعد محدد مع قائد الجيش أو حتى مع وفد من حزب الله بالنسبة للقاءات التي ستجمعهم مع وزيرة الخارجية الفرنسية لذلك كانت السفارة الفرنسية واضحة بأنه ستكون زيارة سريعة ستقتصر فقط على الزيارة مع المسؤولين اللبنانيين ونعني بذلك بري وميقاتي لتنتهي الجولة بالمؤتمر الصحافي عند الساعة الخامسة والخمسة وأربعين دقيقة من هنا من لبنان هذه الأجواء من عينتيني وطبعا سنوافيكم بكل جديد من السراي الحكومي فور وصول وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا شكرا مشاهدين الكرام لحسن المتابعة كانت معكم غيذاء جمالي من هنا لبنان